أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاهتمام الكبير بمتابعة المبادرة الرئاسية لقوائم الانتظار مؤكدا العمل على ضمان استمرار هذه المبادرة خاصة أن لها مردودا إيجابيا كبيرا على المواطنين جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف المبادرة وموقف برنامج العلاج على نفقة الدولة حيث تمت الإشارة إلى أنه يتم إجراء العمليات الجراحية ضمن المبادرة من خلال أكثر من 480 مستشفى على مستوى الجمهورية كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي ما تم من إجراءات جراحية منذ بدء المبادرة حتى 23 من نوفمبر الماضي بلغ 1.3 مليون إجراء جراحية في تخصصات مختلفة